يواصل برنامج جمكاني والذي أطلقته منظمة اليونسف عام 1915 تقديم برامج متكاملة تجمع بين التدخلات المتعلقة بحماية الطفل والتعليم وإشراك الشباب واليافعين ضمن نهج شامل ذلك بهدف تعزيز النمو الكامل للأطفال بدنيا وتعليميا وترفيهيا مع التأكيد على أهمية مواصلة الأطفال درأستهم لاسيما في المناطق الأقل حظا يوفر برنامج مكاني مساحات آمنة وخدمات شاملة لجميع الأطفال لأكثر حاجة وتهميشا من خلال نهج متكامل يجمع بين برامج رفع القدرات ودعم حماية الطفل برنامج ومراكز مكاني هي نهج متكامل وشامل بعدة خدمات تحت سقف واحد هذه الخدمات بتشمل تاليم حماية الطفل رعاية والدية رفع قدرات لليافعين بتشمل عدة خدمات تحت سقف واحد للأطفال ومش أي أطفال الأطفال الأكثر ضعفا والمهماشين في مجتمعنا الأردني كما تقدم في هذا البرنامج خدمات دعم التعليم والقراءة وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة بهدف تعزيز النمو الكامل للأطفال وتحقيق الرفاهة الاجتماعي والعاطفي لهم أنا لما عملت لهم درس خط الععداد رسمناه على الأرض ومشينا عليه هيك هم بتظلها محفوظة بذاكرتهم المعلومة النشاط بنعمله بمركز مكاني لحتى نعلمهم كيف استهلاك الأدوات البسيطة بسعر رخيص برضه مش إنه والله يروحوا يشتروا الزينة بسعر مبالغ فيه تعطينا الحصص مركز مكاني خصوصيا للرياضيات بتقوينا بالمدرسة وبتخلينا نعرف كل إشي السهيلة ما تقولنا تكتب إشي عليه نحن بنحفظه بعقلنا هذا يكون الأنشطة هون كثير كويسة وكثير مليحة ونحن نستوعب من المس وهناك تدريب لسيدات المجتمع المحلي على كيفية تعاملهن مع أطفالهم ولسيما في سن المراهقة يعني أهم إشي أو أكثر مشكلة اللي هي إحنا كأباء وكأمهات ما عندنا مهارات وفنيات كاملة لحتى نتعامل مع أولادنا لازم يكون عندنا مهارات وممارسات إيجابية لحتى نساعد أولادنا على تخطي المشاكل اللي بعانوا منها ويهدف البرنامج إلى تنمية المجتمع وبناء جين واعن وإيجاد فرص للأطفال المشاركة في أنشطة ترفيهية لكسر الروتين في حياتهم من شأن هذه المشاريع أن تساهم في سقل شخصية الطلاب وتنمية المجتمعات المحلية وكذلك تدريب الأهالي على كيفية التعامل مع أبنائهم لسيما في سن المراهقة محمد عبداد التلفزي الأردني إربد أنعيم